المرأة الكويتية أثبتت دورها الريادي والفاعل في جميع المجالات ولم يكن للمرأة عبر نضالها الطويل أن تحقق هذا النجاح لولا البيئة الراعية لها وتحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطط والتنمية عند الصبيح أقيم حفل تكريم النساء الكويتية تشاركنا في عضوية جمعية سربت مستا النسائية العالمية وهي جمعية تطوعية تعمل من أجل تحقيق حياة أفضل للنساء تشرفت بوجودي مع نخمة من سيدات الكويتيات اللي هو أشهار فرع في دولة الكويت لجمعية سوروب تمست العالمية التي تعني بكل شؤون المرأة سواء الأمور ضد العمفة ضد المرأة أو أمور الحياتية كما أكدت الوزيرة على دعمها للعمل التطوعي والإنساني لما له من أجابيات عديدة في خدمة المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندعمهم كل الدعم ونقدم لهم كل الاهتمام والدعم وأنا شخصيا سأتابع هذا الموضوع لأن هذا سيرفع اسم دولة الكويت والمرأة الكويتية عاليا وكذلك سيساعدها على تمكينها سواء في مجالات العمل أو في مجالات الاجتماعية أو في المجالات الأخرى جماعية سربت ما استهدفوا إلى خلق الفرص لتحقيق حياة أفضل للنساء والفتيات التزمت كل منهن بتسخير طاقتهن لخدمة القضايا المتعلقة بالمرأة تمكننا هنا نحن كفريق النساء في دولة الكويت أن ننضم إلى هذه المنظمة ومن خلال جهودنا نحاول هنا نبني العلاقة المرأة والفتيات لأن مع الشابات الفتيات في ظروف هنا المختلفة أن ننضمهم تحت مظلة وحدة لنركز على الأمور الأنشطة اللي يحتاجونها أو القضايا اللي لازم هنا نلتنس لها تركز هذه الجماعية على خمسة محاورة رئيسية لمساعدة نساء والفتيات منها التمكين الاقتصادي والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والعنف وذلك لبناء مستقبل أفضل للنساء في الكويت مروم حرم تلفزيون دولة الكويت